أصدرت وزارة الداخلية اليوم السبت الأمر الإداري الخاص بالعلاوة السنوية للضباط والمراتب وذكر بيان للوزارة تلقته وكال أخبار العراق أن وكيل وزارة الداخلية لشؤون شرطة الفريق عماد محمد محمود أصدر لاميرو لداري الخاص بمنح العلاوة السنوية للضباط ضمن جدول كانون الثاني 2022 لمقر الوكالة وتوابعها في مديريات شرطة المحافظات والدوائر الاختصاصية اعتبارا من التاسع من الشهر الحالي وفقا لاستحقاقهم القانوني وشار البيان إلى أن لوامر تنص على منح علاوة سنوية للضباط البالغ عددهم 5528 بالإضافة إلى منح علاوة سنوية إضافية لضباط كونهم من حملة الشهادات العليا والبالغ عددهم 17 وكذلك منح العلاوة السنوية للضباط المستحق الجداول السابقة والبالغ عددهم 67 وأيضا منح العلاوة السنوية ضمن جدول كانون الثاني 2022 للمراتب لمقر الوكالة وتوابعها في مديريات شرطة المحافظات والدوائر الاختصاصية والبالغ عددهم 57175 وفقا لاستحقاقهم القانوني